وعلى صعيد منفصل أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن يمر بمرحلة مواجهة تحديات اقتصادية مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وليس رفع الدعم جاء ذلك خلال استضافته في برنامج نبض البلد ليلة أمس والتي تناول فيها العديد من القضايا ملفات ومحاور عديدة سياسية واقتصادية ومحلية ودولية كانت أبرز حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال استضافته في برنامج نبض البلد وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وموضوع رفع الدعم أو توجيه الدعم للمواطن قال الوزير المومني أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وليس رفع الدعم واجب الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلد وتواجهها الخزينة أن ترسل الدعم لمن يستحقه من فئات المجتمع الأردني إذن نحن نتحدث عن فكرة توجيه الدعم لمستحقيه والتحول من دعم السلعة إلى دعم المواطن المومني أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وحتى لو قدم البنك الدولي نصائح واستشارات له فهذا لا يمنع أن يكون مشروعا وطنيا بامتياز وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي من تتخذ القرار نحن نقول برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني وبرنامج وطني بامتياز لماذا نقول ذلك؟ لأنه من واجبنا أن نقوم بهذه الإجراءات حتى لو طلبها أو ما طلبها صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي بالآخر هو مستشار يقدم استشارة لكن من يتخذ القرار تتخذ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالأولويات التي تراها بالطريقة التي تشعر أن هذا الإصلاح يجب أن يتم هو مشروع وطني إصلاحات اقتصادية وطنية بامتياز ومئة بالمئة المؤمن لفت إلى أن زيادة الإرادات ستتزامن معه ترجمة تحويل دعم السلعة إلى المواطن من خلال آليات معينة في آليات يتم النظر لها في أمور ستكون سهلة جدا التي هي من خلال تحويل الدعم المباشر للرواتب والتقاعدات ولصندوق المعونة الوطنية والضمان الاجتماعي أو عن طريق متقاعدي ومنتسبي الضمان الاجتماعي بظل في مجموعة من المواطنين التي يريد أن ندور على آلية مناسبة لإصال الدعم لهم بما يليق به وفيما يتعلق بالهدر لمادة الخبز قال المؤمني أننا نحاول أن نوضح للناس الهدر الذي يحصل لهذه المادة بتعرف أنه في كثير من الطحين المدعوم الذي يتم توزيعه لا يعجن أساسا وإنما بنباع عشان يكسبوا الربح الفرق للدعم بتعرف أنه هاي السلعة بيستهلكها حوالي ثلاث مليون غير أردني مدعومة طيب ما بين استهلاكها من ثلاث مليون غير أردني ما بين الهدر في موضوع الخبز والإسراف في موضوع استهلاك الخبز ما بين موضوع الهدر بعشرات الملايين على هذه السلعة لا بد من آلية أفضل للتعامل مع هذا الأمر وحول مشروع مدينة عمان الجديدة كشف المؤمن عن وجود مخطط شمولي يتم العمل عليه لإعداد المشروع الفكرة أولا استجابة للتحديات التي تواجه العاصمة عمان الأمر الآخر سوف يكون بالشراكة مع القطاع الخاص لأنه كما تعلم إحنا ما في عنا فائض مالي بحيث أنه نضع كل هذه الأموال التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم وبهذه الضخامة الوزير المؤمن وصف حديث الاحتلال عن الخيار الأردني بالوهم والهرطقة والغباء وأنه من السداجة والسطحية أن تطرح هذه الفكرة على أي منبر كان بالنهاية يعني فل يعني يقول من يقول ما يريد لكن بالنهاية هذه الأفكار أنت تعلم وأنا أعلم أنها أفكار لا تستحق حتى أن ينظر لها أو يلتفت لها حديث شامل مع الوزير المومني تطرق فيه إلى عدة قضايا ومحاور محلية وإقليمية أكد فيه أن الأردن يمر بمرحلة مواجهة تحديات اقتصادية ولذلك فهو يعمل وفق خطة اقتصادية ومن خلال نقاش موسع مع مختلف الشرائح في المجتمع للوقوف على آرائها ومقترحاتها